السباحة هي يعني بوجهة نظريانا شي ضروري لأن ما تعرف شو يستوي مع الأيام كنت تطلع بحر يتعطل عليك شي ولا شي فلازم تكون تعرف فالشي هي هواية وضرورة خاصة في حوادد الأخيرة يعني إما تكون هواية للأطفال هواية للكبار مش لازم يكون لأطفال حكون حريص عليهم زين فإذا تركت الأطفال يمكن أن لا سمح الله يمكن أن يسألوا الغرق ويتوفق ويموت يعني وكذا السباحة ضرورية مرة ضرورة تكون للشخص عدة الأشخاص تكون ضرورة مش هواية لأن في الحالات الأخيرة في الغرق في حالات غرق كثيرة يعني استعلم هي كانت قلة ما يعرفوا يعني يسبقوا لا ضروري طبعا ضروري يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا بالسباحة وضروري نتعلمها لأي شخص وهي رياضة مفيدة كمان هي رياضة يعني بتأثر على الجسم بشكل عام خصوصا بزمننا اللي هو المعلبات والأكل السريع فلازمنا رياضة السباحة كتير مهمة الله السباحة يا طي العمر أكيد أنها هواية في ناس هوانا هو لابد أن نتعلمها بالنسبة للسباحة أكيد أنها ضرورية ولازم الواحد يتعلمها ويعلم أبناء عليها السباحة كتير مهمة وضرورية أنا ابني الحمد لله معلمه السباحة وبالبدايات بخاف يعني ولكن لازم نشجعه ولو خاف البداية بس بعدين يعني يبدعي لي ما بدي علي إذا بدك غياضة هي مثل أي غياضة لازم يكون واحد يتعلمها والله السباحة يا أخوي ضرورية في الحياة خاصة أن الرسول صلى الله عليه وسلم وصى عليها ليش؟ لأنها أنقلت أرواح كثيرة وثانيا من المجال الصحة أنها وايت فيلم